زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله صندوق الامان لمستقبل الايتام والتقت بعدد من طلاب وطالبات الصندوق الذين شاركوها قصصهم وطموحاتهم واطلعت على برنامج حملة شهر رمضان الفضيل الذي اطلقها الصندوق تحت عنوان دفعة امل بتعطي الامان لتشجيع افراد المجتمع على مشاركة المسئولية ودعم الشباب والشبات الايتام لتأمين مستقبل افضل لهم وخلال حديث جلالتها مع مدير عام الصندوق نور الحمود والعاملين فيه تم استعراض ما قام به الصندوق خلال السنوات الاربع السابقة من تغيير لمفهوم وطرق التبرع ودمج التكنولوجيا والابتكار ضمن نموذج عمله حيث طور اساليب مختلفة للتبرع الرقمي غير التقليدي سواء من خلال المنصات الرقمية مثل الشاشات التفاعلية او اجهزة نقاط التبرع الرقمي بالاضافة الى التعاون مع منصات ومحافظة رقمية مختلفة وعبرت جلالتها عن فخرها بشباب وشابات الامان ودعتهم للافتخار بانفسهم وبما حققوه وبما سمعته منهم اليوم وقالت عندكم عيلة دائما واقفة معكم صندوق الامان ليس مؤسسة صندوق الامان عيلة واضافت ان هذه العائلة تشمل كل شخص عمل او ساهم او قدم دعم للصندوق ليكون سندا لشباب وشابات الامان وتبادلت جلالتها الحديث مع شباب الامان المستفدين من برامج الصندوق المختلفة مستذكيرين مع جلالتها المواقف الخاصة التي فتحت لهم الدروب التعليمية والمهنية وقدم الشباب لجلالتها تذكارا بمناسبة عيد الام للتعبير عن شكرهم لجلالتها على ما قدمته لهم